بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أنا أنصح كل من يقف في ميدان التحرير كما أنصح نفسي أحب لهم الخير أقول لهم وأنتم تقفون هذه الوقفة كل واحد منكم يحاسب نفسه يراجع نفسه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن وتهيأوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تقفى منكم خافي أنتم تقفون مع من تطالبون بأي شيء هل أنت ما الذي يقودكم أسئلة الوحد يطرحها على نفس الحياة مع الحياة والعقارب مع العقارب والحمام مع الحمام وهو ما عضو الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيل يا ويلة ليتني لم أتخذ فلانا خلينا لقد أضلني عن الذكر بعد إجاءني وكان الشيطان للإنسان خذولة يعني كان عقبة بن أبي معي يحسن للنبي صلى الله عليه وسلم أتى صاحبه من الشام دفعه لإذاء النبي صلى الله عليه وسلم فكان أشق القوم يعني كل صاحب صاحبي يقتدي وقل لمن صاحبك أقول لك من أنت ما الذي يقدكم يعني أشكال وألوان وأسماء غاية في الغرابة غاية في الغرابة تواليخ تحتاج إلى إعادة صياغة وإلى إعادة نظر وبالتالي وكل إناء بما فيها نضع ما الذي تطلبونه ما الذي تهدفونه إليه هل هذه الوقفات والأسلحة والبذاءات والشتائم مثلا ومحاربة حتى الدكتور مرسي لماذا؟ سأل نفسك راجع نفسك أضبط كل قول كل فعل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل التغرير يعني أنت إنسان لك عقل عندك دين عندك فطرة لا تقبل التغرير البعض يقول نحن نريد إسقط مرسي يسقط حكم المرشد ما الذي يطالب به مرسي؟ تطبيق الشريعة؟ نهضة؟ يحكي أن الجيش يتحسن حاله الأمن الاقتصاد أخطأ أو أصاب ما هو السبيل؟ أنتم ستزيلوا مرسي لا بأس نتافق مرسي يزول ويرحل يرحل مرسي كما يقول للبعض بمن ستأتون؟ بالبردعي؟ بعمل موسى؟ بصباحي؟ مشاكل؟ محمد أبو كذا؟ مسائل حيزة تحتج إلى نظر هل هؤلاء هم الذين سيشيحون الأمن والأمن في البلاد والعباد؟ سيحققون رخائها؟ سيردون ربهم تبارك وتعالى؟ سيطبقون شريعة الله جل وعلا؟ هل نظرتم وتأملتم ما الذي يقف في الشق الأخر وتخالفونه وأنتم؟ لا أقول مرسي والإخوان وأخوانة الدولة كما يعبر البعض والإخوان دعوا إلى وقفة في الميدان أمام جامعة القاهرة لا بك ده كل الطوائف كل الفصائل الإسلامي هذا شأن كل الفصائل الإسلامي طاقف خلف المرسي من اليوم الأول لماذا؟ لأنه راجل بكل وضوح عبارة يريد تطبيق الشرع الله جل وعلا ليس من طلب الحق فأخطأ حتى لو أخطأ كمن طلب البطر فأصابه عندنا فرق كما بين السماء والأرض بين إنسان هذا هو منهجه الكتاب والسنة حتى لو أخطأ وبين إنسان منهجه الشيوعية قروش يضع في جايب لبرالية علمانية والله حتى لو أصاب هو لو أصاب الحق مرة فهو يخطئ عشرات المرات عندنا تفيق منهجي فنحن نحب الدكتور مرسي وافقنا على قراراته لأنها لا تخالف الشرع والدين لا تخالف القانون حتى ولا الدستور وحتى لو خالفنا المخالفة عندنا لن تستدعي أبدا الخروج على مثل هذا النحو ولا تقليب العامة ولا إثارة الفتن ولا استخدام سلاح ففي فرق كل الطائف الإسلامي كنا في اجتماع للعلماء وللدعاء كلهم بارك القرارات فمن يقف في ميدان التحرير ويرفض القرارات نقول له لا بأس والله لو رفقت ولكن نجعلها على الأقل سلمية لا داعي العف لا داعي لأن تكون إمعة لا داعي لمثل ذلك عندك دين إفرس ميز بين الغث والسميم بالأمس أنت قلت دماء الشهداء إعادة المحاكمات لما قالها مرسي أقطأ وهردت ما تقوله أنت ما تطلبه أنت كنت تطالب بإقالة عبد المجيد محمود النائب العام لتستري على قضايا الفساد هذا أنت كنت تطلبه سكت على المجلس العسكري لما أصدر الإعلان الدستوري الذي فعله مرسي حتى لو المستشار عنده قال له هذا قرار وقرار وأوافقه وأصدر القرار مع كل مسألة نخرج ونقلب العامة وندلس في التحرير ونضرب العسكر بالحجارة ونطالب مثلا نقلب الجيش على الرئيس ونستعدي الغرب والشرق على هذه الأمة أين العقول أين الأحلام؟ يعني أين تقوى الله؟ تبارك وتعالى مسائل تستدعي وقفة وقفة لله تبارك وتعالى حتى الوقوف أمام جامعة القاهرة ما لو كانت المسألة كثرة وقلة ده الحق لا يعرف لا بكثرة ولا بقلة وأنا أقسم بالله ولا أحنث لو كانت المسألة مسألة وقفات لكان أضعاف أضعاف العدد الموجود في ميدان التحرير سيكون في أمام جامعة القاهرة بلا مزايد أنا أدرك هذا وأنتم تعلمون الوقفة التي لا يقف فيها الإخوان والسلفيون لها تكون ضعيفة نسبيا على الأقل ضعيفة نسبيا ونحن لا نعطي لأحد نقودا مثلا وجبات ومئات الجنيهات لا نحن لا نفعل ذلك نستخرج من طلقاء نفسي ولكن لا نتكلم بمثل هذه الكلمات ونحتج بكثرة أو بقلة والجماهير والتصوير الإعلامي أنتم تعلمونه جيدا تصوير على الوجوه لو قل العدد أخذ الصور بطريقة معينة لإظهار العدد الكبير التهليل ليه العدد ومليونية وتم حجد مئة الألاف وفي المقابل سكوت أو لا تصويرة تتم أو التهوين من شأنها هذا إعلام يعني يحتاج ليه أن يراجع نفسه وأنا أقول والله لكثير من القضاء والصحفيين والإعلاميين أقول اتقوا الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون خذ الدرس نحن والله الحمد لله لم نسلك مسالك العنف تاريخنا معروف ولن نسلكه بإذن الله تعالى مع مسلمين ونحو دال لا طبعا الكتب والكلمات والدروس والقطب عبر سنوات انتوال ولكن أقول اتقوا الله ظلم ظلمات أنتم تداملون أنفسكم بالصد عن سبيل الله بالتنفير من طاعة الله بقلب الحقائق الحق يصبح باطلا والباطل حقا واعلو صوت ونحو ذلك وتزييف عبارات والمدلس والنادي حيجتمع والنادي حيقاطع من حضر حتى أنتم وأنتم تدلسون على منصة الخضاء تمنعون الخضاء من فصل مثلا في الخصومات كيف تم ذلك هل هذا أسلوب ضغط يعني الحق مطلوب والوسيلة إلى الغير لا تبرى الوسيلة الوسيلة لابد أن تكون مشروعة فأبسط المعاني تخالف في نادي في اجتماع الجمعية العمومية للصحفيين ضرب بالأحزية وبذاءات هل هذا يصلح لأن يكون خدوة تصلح لأن تكونوا قادة مثلا هل هؤلاء الذين يناوشونه الدكتور محمد مرسي وتابعهم أنا فيما هم علي بحاجة لإعادة نظر لإعادة صياغة الإعلام الذي يصد عن سبيل الله ويحاول الاحتقار من شأن الرئيس مرسي وبذاءات وسببه شتائم وحط من هيبة الحكم بطريقة فجة لم تحدث من قبل هل هذه الحرية التي تعلمناها مثلا هل هذه الشجاعة الشجاعة في التطاول والبذاء وإساءة الأدب مثلا ومع شخص الرئيس هذا لا يليق هذا لا يليق حتى مع أحد الناس يعني النبي صلى الله عليه وسلم مست يده امرأة لم يكن لعانا ولا سبابا ولا فاحشا ولا بذيئا صلوات الله وسلامه علي أليا الناس ضحاكا بسامة الحرية لابد أن تصبغ بقالب العبودية تنباثق من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون حرية البذاء والشتائم والتطاول واعلو الصوت ومسك سلاح وتعكير الجو والأمن متى تنهض الأمن متى تستقر الأوضاع متى يتحقق الأمن إذا كان مع كل شهر دور ده مع كل خضية نكون حربا على أنفسنا أو أن كل واحد مننا يريد أن يصبغ الأمة بصبغة الخاصة لا صبغة الله ومن أحسن ومن الله صبغة إن كان ولا بد أن تصطبغ الأمة تصطبغ بصبغة الإسلام الكل يصدر عما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خالف وقيم عليه معاني الحق ومعاني العدل أحداث بتمر بنا وتمود من حولنا وأحيانا ننسى للأسف الشديد ننسى أحداث غزة أحداث أصيوت حيكوننا بحاجة لتعزية لتوجيه النصيعة لوقفة مع هذه الأحداث مناصرة إخواننا المسلمين في غزة دروس مستفادة وعظات ووقفة طبعا لها أحداث لها فوائد كبيرة جدا وأحداث غير مسبوقة في غزة أحداث أصيوت إن كان البعض من أولادنا راح ضعية إهمال حتى نحتد لوقفة نسترد فيها الحقوق لصاحبها لا نفرق بين الدم المسلم الفلسطيني والدم المسلم المصري هذا دم له قيمته الكبيرة لزوال الدنيا أهونوا على الله من قتل رجل مسلم وكان عمر يقول لو شاء عثرت بوادي الفرات لسؤل عنها عمر لما لم يماهد لها الطريق يوم القيامة فالأحداث هذه أنستنا أحداث سوريا ما يحدث الآن الكل وعلم السياسة عالم انخرط فيه الجميع الكل صار سياسي صار سياسي أحداث مدين التحرير تضغى على كل حدث تنسينا أنفسنا لابد من شمولية نظرة ربنا تبارك وتعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره وسفسافة أن نشغل في كل مرة أن يشغلنا يعني البعض بمثل هذه الترهات وبمثل هذه القضايا يعني نحتاج ليه؟ وضع النقاط على الحروف لرد الحق لنصابه نؤمن الرد لمن تسول له نفسه أن يعكل صفو هذه الأمة أن يمنع نهضتها أن يمنع استقرارها من يحول دون تحقيق الأمن للبلاد والعباد من يحول حتى الرئيس دون الاهتمام بقضايا المسلمين هنا وهناك أبل الإسلام لا أبل لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عض تداعى له سائل الجسد بسهري والحمة يعني نحن قد نكون يعني تركنا المسألة لميدان التحرير لكي يقف فيه هؤلاء يعبرون عما يريدونه ونتمنى وننجد أن تكون طريقة طريقة سلمية كما يعبر البعض ويقول طريقة فيها تحضر فيها تحضر تعبير عن الرأي لا بأس بذلك قل أنا رافض ليه قرارات الرئيس مرسي أن ترفض لا بأس ولكن ليه ذراع مسألة أخرى فرض الرأي هذه مسألة أخرى للأسف الشديد البعض حتى اليوم من من يتنادى بالديمقراطية لا يفرق بين أن يبدي رأيه وبين أن يفرد رأيه يبدي رأيه ويريد أن يفرده كحالة عمر موسى في التأسيسية ونحن يريد أن يفرد رأيه على مدموع الناس كيف ذلك وحتى لو الإنسان تبجح وقال الأغلبية مسلم متى ناصنع ما لو كانت الأغلبية شيوعية لا سكادتم لو جاء واحد شيوعي ما كان مرسي ستقولون الإرادة الشعبية وإرادة الجماهير والشعب قال كلمته وطالما اختار شيوعي نذعن ونسمع ونطيع الكل كان بيعيش بيرضخ لقوانين مبارك وقرارات مبارك والسادات وعبد الناصر الكل كان بيرضخ وهنا وهناك قرارات بتصدر أوباما وغير أوباما وتحويل المسار من اشتراكية لرأس مالية ما الذي ذهانه نصطلع على مانات نحن أمة مسلمة لا بد أن نرجع لكتاب الله ولسنة رسول الله الحق المقبول من كل من جاء به الحاكم له أن يشتهد لو صاد منصا من نصوص الشريعة حينئذ نقول له خالفت النصوص فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما سدر بينهم ثم لا يجد فيه أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما لم نقف أمام جامعة القاهرة واليوم في وقفات في المراكز والمحافظات للتعبير عن الرأي أيضا وللوقوف بجوار الدكتور محمد مورسي في قراراته مساندة مساندة لهذه القرارات الكل الكل يخرج ويبدي رأيه في المراكز اللي منقف في أمام جامعة القاهرة وكما ذكرنا السبب صدام تخوف منه امتلاك سلاح عند البعض وبالتالي عنف قد يثور قتل وإلاقة دماء فكال امتناع لم يكن امتناع عن ضعف مثلا اللي قلة عدد لابد لابد لا لضعف ولا لقلة عدد يعني أن يكون الإنسان كابن آدم المقتول لا بأس بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه بدلا من أن تمتد يده لأخيه بجرح أو بقتل أو بنحو ذلك أي كل الإنسان مظلوم هذا أرفق به من أن يكون ظالما وعند الله يتجتمع الخصوص ونضع الموازين القسط اليوم القيامة فلا تظلم نفس شيء وإن كان مثقال حبة من قردل أتينا بها وكفى بنا حاسبي لا ننسى حتى وإن لم نقف وقفتنا هذه أمام جامعة القاهرة لا ننسى أننا في شهر الليل محر يعني التذكير وقصم مع غلب السياسة والبعض يريد نصرة الدكتور مورس وكأنه لا يدري أو حجر هو الآخر واسعا وصارت المناصرة في الوقفة لا مع قيمتها وقدرها طالما تم تأجيل الوقفة في جامعة القاهرة قف أنت بالإسكندرية قف بمدينتك بمحافظتك ارفع صوتك بموافقة بتوضيح المفاهيم بإزالة الشبهات ولا تنسى حتى وإن لم تاقف لا داعي لتحجيل الواسع بمعنى أننا في شهر مبارك هو أحد الأشهر الحرم وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلم فيهن أنفسكم ثلاث متواليات شهر زي القعدة وشهر زي الحجة وشهر الله الذي تدعونه المحرم والرابع هو رجب مدر أي الذي تحلمه مدر دون الذي تحلمه ربيعة وإن ربيعة كانت لا ربما حرمت شهر صفر مكان رجب شهر ربيع مكان رجب وهذا هو النسيء الذي عابه ربنا تبارك وتعالى عليهم إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلون وعام ويحلمون وعام ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعماله فالشهر الذي نحن فيه الآن هو شهر الله المحرم والإضافة للتشريف وللتكريم وكناقة الله وكبيت الله فهذا الشهر وشهر الله وبداية العام الهجر ليست الطاعة فيك الطاعة في بقية العام وليست المعصية فيك المعصية في بقية العام والنبي صلى الله عليه وسلم لما سؤل عن أفضل الصلاة بعد المكتوبة قال قيام الليل ولما سؤل عن أفضل الصيام بعد رمضان قال شهر الله الذي تدعونه المحرم نعم صمتم يوم تسعاء ويوم عشوراء نسأل الله تبارك وتعالى أن يثيبكم خيرا على ذلك إيه الثالث عشر الرابع عشر الخامس عشر يسن صيامه من شهر الله المحرم ومن غيره أن نصوم يوما ونفطل يوما هذا أفضل الصيام صيام نبي الله داود بل حتى لو صمنا الشهر لا بأس بذلك البعض سرد الصيام صام الشهر كله ولا ننسى أننا في الشتاء الآن والشتاء ربيع المؤمن قصر نهاره فصام وطال ليله فقام انظروا المغرب تقريبا في الخامسة بمعنى أن مع تبدل الأحوال والليل نهار والنهار الليل والبعض بيخضي نهاره في النوم والليل في السهر ونحيا ليتهوا سهر في طاعة أو فيما يرضي الله تبارك وتعالى عنه فلو صمنا بعض هذه الأيام لا نكاد نجد مشقة لا فيما يتعلق بالطعام ولا بالشراب يسهل وتدريب للنفس ومجاهدة للنفس وفرصة تغتل ما هي فرصاتنا الحقيقية ما يذكر الميزان وما يرضي الرحمن إذا كان أرباب الدنيا لا يرضيهم إلا ملء الجيوب بالأموال والمنصب والجاه والسلطان ومزاحمة الدكتور مثلا محمد مرسي ونحو ذلك لا إن الله عبادا فطنة طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنة جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنة فأنصوم بعد هذه الأيام وندعو لصائم دعوة ما ترد نريد نسرة الدكتور محمد مرسي ندعو الله تبارك وتعالى أن يثبتها بتثبيته أن يوفقها بتوفيقه أن يجعل عمله فيه رضاه أن يهيئ له البطانة الصالحة التي تعين على الخير وتدله عليه دعوة صالحة لربما استجيب لها والله تغنينا عن الوقفة أمام جامعة القاهرة تغنينا حتى لو قال البعض كثير يقفون في ميدان التعرير سيصنعون ويسو ندعو الله لهم تبارك وتعالى لصائم دعوة ما ترد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وكان عمر يقول لا أحمل وهم الإجابة ولكن أحمل وهم الدعاء والعبد إذا أولهم الدعاء فإن الإجابة معه لربما استجيب لواحد صالح منه نحسبه على خي قام رفع أكف الضراعة طيبة مطعامة ومشربة وملبسة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قدم بين يدي دعائي صدق رفع أكف الضراعة قال يا رب يا رب يا رب اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفر الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ألح على الله اغتنم فرصة لحظات مباركة كهذه اللحظات كهذا الشهر وقصا إذا ما صامه أيام مباركات اغتنم الساعة الأخيرة يوم الجمعة جو في الليل والله إذا كان الأمر يشغلنا إذا كنا فعلا مهمومين نقوم وندعو لا داعي للتحديل الواسع ألا لن أقول الوقفة هي خيار الاستراتيجي والحل الوحيد والحل الأوحد كما فعل البعض مع السلام ومع الانتفاضة ومعه ومعه لا أبدا أنه الحل السياسي هو الحل الوحيد التأسيسي الحل الأوحد لا أبدا أن لا أقبل ذلك قد تكون دعوة صالحة محمد بن واسع كان مجاب الدعوة سعد بن أبي وقاس سعيد بن زيد ابن الحضرمي علاء بن الحضرمي كاثرة أبو مسلم كان مجاب الدعوة وربما لم يدعو الإنسان لنفسه يعني قد يكون رث ضعيف الحال لا يجد كوتا يومه وهو مجاب الدعوة ولو دع الله تبارك وتعالى لحبس الطير على الصبيان وعلى الصغار إلى غير ذلك ينتصرون بالدعوات الصالحة وبالتالي نحكر من المعروف شيئة لو قمت أنا في جوف الليل ما نحن في الشتاء ربيع المؤمن قصر نهاره فصام وطال ليله فقام وبالتالي أن نشتايد في العمل الصالح في الدعاء أن نكون في جوف الليل قيام ليل صلاة ركعتين بالليل والإنسان ساجد بندعو قامن أن يستجاب لكم إذا كان ثلث ليل الآخر ينزل ربنا إلى السماء الدنيا يقول من يسألني فأعطيه من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له نحن بحاجة لتوضيح المفاهيم كثرة أو كل اجتمعت في ميدان التحرير ما هو كثرة اختارت أحمد شفيق أنتم تعلمون لماذا نكرر يعني شريط الأحداث أنا لا أتهمها بقدر ما أتهم نفسي بالتقصير في الدعوة إلى الله في إحقاق الحق وإبطال الباطل في توضيح المفاهيم الوقت وقت غربة وجهالة الأمة وارثت الإسلام وجهلت معانيه بل قد تكون حربا على إسلاميا وحربا على دينيا ليس المسلك والسبيل أن نكفر الناس لا طبعا لا طبعا ما كان رفقه في شان إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة لابد من توضيح المفاهيم للناس ليحيى من حيى عن بيينة وأهلك من هلك أيضا عن بيينة أن تستثمر الفضائيات تستثمر المواقع الفيسبوك الكذا الكذا النشرات المساجد عودوا إلى مساجدكم عودا حميدا تربية الناس تربية إيمانية هجرنا المساجد غالب اللسان السياسي يعني على الكبير وعلى الصغير وعلى الرجل وعلى المرأة يعني أنا قادم إلى هنا وجلسة جماعتنا وناس طيبة نصص صالح الكل لا حديث له إلا السياسة والبردعي أتى من هناك وفعل كذا وأثناء تولي وحفظ عن ظهر قلب التاريخ البردعي يليتنا نحفظ آيات الله نحفظ أحاديث رسول الله لا مانع من أن نتعلم المعاني السياسية ونتفقى في المعرفة الواقع لا بأس بذلك ولكن أشبه بالملح مع الطعام يعني معرفة السنن الشرعية وسأعرف أنا تفاصيل الدنيا وأجهل أنا أمر ديني مثلا هذا غير مقبول فنحتاج لأن نتفقى في دين الله أن نعلم الناس ما جاهلوه من دين الله أن نرفع أكوف الضراع حتى لمن يقف في ميدان التحرير لربما كانت دعوة صالحة دعوة لله تبارك وتعالى بهداية الناس وتبصيرهم بدينهم أن يكونوا عونا للخلق عونا للرئيس على تطبيق شرع الله على العودة بالأمة لكتاب ربي ولسنة نبي تصبير للدنيا التركة مهلهلة نحتاج فعلا لرغيف العيش وعيش وعيش نحتاجه لا بأس لا بأس وأنبوبة متجاز والناس خناعتهم بسيطة كيف تتضفر الجهود نرفع أصوات المظلومين والمحرومين والمقهورين نحق الحق ونبط الباطل تربية إيمانية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله ونحن نستبشر الخير كله وإلا فالأحداث قد تنطوي على مرارات وعلى آلام ولكن ذلك لا ينسينا أبدا معاني الإيمان الثبات والرسوخ في دين الله النصر عقب الصابلين وربنا لا يضيع أجر المحسنين والعاقبة للمتقين ولا يصلحه أمر المفسدين الواجب علينا أن نثبت على دين الله المستقبل للإسلام بغلباتي وظهوري على الأديان كلها ولتعلمن نبأه بعد حين ولله أوس آخرون وخزردوا فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين قد تحدث زلزل وربك والطراب في الصفوف ولكن المستقبل لدين الله تبارك وتعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم وما يعلم جنود ربك إلاه ونسأل جل في علا بأسماء الحسن وصفاته العلا أن يبرم لهذه الأمة أمر رجد يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف يونا فيه عن المنكر اللهم ولي علينا خيارنا وكفنا شر أشرارنا وارفع مقتك وغضبك عننا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وحاذر سختك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين نسأل جل في علا بأسماء العسن وصفاته العلا أن يغفر لكبيرنا وصغيرنا وحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى لقاء قادم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته